ومن الأخبار اللي حصلت امبارح للأخبار اللي هتحصل النهاردة بمشيئة الله تعالى النهاردة أكاديمية البحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات هتنظم ورشة عمل بعنوان التنمية المستدامة لإنتاج الألبان وبتستهدف طرح الدراسات الخاصة بتنمية وتطوير إنتاج الألبان في الريف المصري أيضا النهاردة هتنطلق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندارا للموسيقى والغناء واللي بيقام بمحافظة إنا وتنظم وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار هيحضر حفل الافتتاح وزيرة الثقافة إيناس عبدالديم ويشهد الحفل ومشاركة فرقة إنا للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة النهاردة كمان آخر يوم لتقديم الالتماس في كلية الأداب بجامعة القاهرة وده على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي النهاردة كمان الكهرباء هتقطع في عدة مناطق بالغردقة لمدة 5 ساعات من 9 صبح لحد الساعة 2 الظهر بسبب أعمال الصيانة الدورية المناطق اللي هتتأثر بقطع الكهرباء هي ميستر ترافل أرض المعارض الصوبات الزراعية